السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كم عدد ركعات قيام الليل بداية هناك العديد من الأشخاص الذين قاموا بالتفسير أو الفقهاء الذين قاموا بتفسير هذا الأمر فمن منهم قال بأن أكثر عدد ركعات قيام الليل هو ثماني ركعات أما أوسطها أربع ركعات وأقلها ركعتان وقد استدلوا على ذلك من العديد من الحديث للرسول صلى الله عليه وسلم هناك العديد من الأشخاص الذين اتجهوا بأنهم قاموا بأن أكثرها عبارة عن إثنة عشرة ركعة والأخرى قد تبين وقال بأن متوسطها ست ركعات وأقلها ربع ركعات هناك أيضا أشخاص آخرون ومفسرون قالوا إن القيام الليل من السنن وليس له عددا محددا من ركعات ووقته يكون بعد القيام من النوم وقبل أداء صلاة الفجر هناك أشخاص آخرون قالوا بأنك تستطيع الصلاة حتى عشرون ركعة ليس أكثر وبأن أقلها هو ست ركعات فبالتالي هنا تتبين نوعا جميع التفسيرات المختلفة وكل شخص قد يتجع على حسب المذهب فمثلا الشفاء الشافعية والحنابلة يختلف تفسيرهم من بينهم البين حسب الحديث وحسب صحتها وحسب مدى قوتها فبالتالي قوموا بأصلاة بنية وهذا يكفي إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر